اشتركوا في القناة ذي الفضل والإحسان والجود والكرم والامتنان من على عباده الصادقين الذين تذوقوا حلاوة الإيمان وتمكنوا من منازل الإحسان بالسكينة والاطمئنان والأمن والأمان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ذي المقم الرفيع والخلق العظيم والأدم الجم الكبير وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني فقهوا قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في هذه المجالس المباركة نطوف في رياضي هذا العلم الذي هو علم التزكية وما زلنا في مدخله الكريم وفي مقدمته التي تفضي بنا إلى بستانه ليانع وما زلنا مع المبدأ الثاني من المبادئ العشرة وقد وعدنا في المجلس السابق أن ننتقل منه إلى المبدأ الثالث من تلك المبادئ العشرة وقبل أن ننتقل إلى ذلك المبدأ الثالث الذي هو مبدأ الثمرة نذكر بخلاصة المبدأ الثاني الذي هو موضوع هذا العلم الذي هو علم التزكية خلاصة موضوع علم التزكية وهو أنه قائم على أساسين وعلى ركيزتين وهو على جناحين الجناح الأول الذي يتعلق بمعرفة الذات الإلهية بأسمائها وصفاتها وأفعالها والجناح الثاني الذي يتعلق بمعرفة النفس الإنسانية من حيث طربيتها وتزكيتها وتهذيبها وتنقيتها وتطهيرها فإذن خلاصة هذا العلم أنه قائم على هاتين الركيزتين معرفة رب العالمين تلك المعرفة الراقية التي هي معرفة عميقة تجمع بين المعرفة العقلية المعرفة القلبية الوجدانية وأما الركيزة الثانية في معرفة هذه النفس التي قد تحول بين العبد وبين ربه ومن ثم كان أهل هذا الشان يتحدثون عن النفس ويكثرون من ذمها وقهرها وتذليلها لكي يصل بها إلى الله رب العالمين جل جلاله ولذلك خلصوا إلى هذه الحقيقة التي قرروا فيها أن من عرف نفسه عرف ربه وأما النفس الذي يكثرون من ذمها ومن من ذمها ومن قهرها فهي النفس اللوامة من أجل أن يخرجوها من هذا الوصف فهي النفس الأمارة من أجل أن يخرجوها من هذا الوصف الذي هو النفس الأمارة لترتقي أن تكون نفسا لوامة ثم بعد ذلك ترتقي الترقية الأخرى حتى تكون نفسا حتى تكون نفسا مطمئنة تؤمن بلقاء ربها سبحانه وتعالى وتقنع بعطائه وتطمئن إليه جل جلاله ولذلك وردت عندهم آثار متعددة في ذنب النفس وفي قهرها وفي ردها إلى أن تكون نفسا متوجهة إلى الله رب العالمين جل جلاله ومن ذلك أي من تلك الآثار التي تقررت عندهم في هذا الباب ما أشار إليه البصيري رحمه الله تعالى في منظومته الميمية حيث يذم هذا النوع من النفس فيقول رحمه الله تعالى وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محظاك النفس فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ويقول أيضا والنفس كالطفل إن تفطمه والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث المدري أن السم في الدسم وهكذا يقول القائل الآخر والنفس تعلم أني لا أوافقها ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها وهكذا ورد عنهم كثير من الآثار التي تدل على ذنب النفس والمقصود ما ذكرت وهو النفس الأمارة من أجل أن يترقوا بها إلى تلك المنازل العالية حتى تكون نفسا مطمئنة وإذا ما وصلت إلى هذا الحال من النفس المطمئنة استراحت استراحت لأنها عرفت ربها وعرفت حقيقتها عرفت ربها سبحانه وتعالى بالجلال والجمال والكمال وعرفت كذلك حقيقة ذاتها بالذل والانكسار وعرفت حقيقة نفسها بالعجز والقصور وهكذا تأتي القاعدة التي هي من عرف نفسه عرف ربه بعد ذلك ننتقل إلى المبدأ الثالث من مبادئ هذا العلم الذي هو مبدأ الثمرة بعد أن عرفنا حقيقة هذا العلم ثم موضوعه فلا بد لنا من معرفة ثمرة هذا العلم فما ثمرة هذا العلم يا ترى ثمرة هذا العلم هي أعظم ثمرة يجنيها العبد في هذه الدنيا ويجنيها عند رحيله من هذه الدنيا ويجنيها بعد رحيله من هذه الدنيا في مرحلة البرزخ ويجنيها يوم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ويجنيها أعظم وأجل وأكرم وأدوم وأبقى وأرقى وأنقى في جوار ربه في دار الكرامة إن ثمرة هذا العلم هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها بعث الرسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجدة بعد الرسل ومن أجلها كان يوم القيامة بأهواله وشدائذه ومن أجلها كانت الموازين أقيمة الموازين ومن أجلها كان الحساب ومن أجلها كانت الجنة وكانت النار من أجلها خلق الله العباد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثمرة هذا العلم لا تحصى ولا تعد ولكننا سنقتصر على بضعة من ثمرات هذا العلم ثم نخلص بعد ذلك إلى حاجة العباد إلى هذا العلم ونخلص بعد ذلك إلى نماذج ممن أدركوا حاجتهم إلى هذا العلم فهرولوا إليه أما هذه الثمرات التي سنقتصر تصر على طائفة منها فأول ثمرة من ثمرات التزكية هي ثمرة الحنين أن هذا العلم هذا العلم يثير الحنين في الروح ويثير الحنين والشوق في القلب إلى الوطن الأصلي الذي منه جاءت هذه الروح إلى المنزلة الأولى التي هي منزلة الروح فما هو الوطن الأصلي وما هي هذه المنزلة التي منها انطلقت هذه الروح وهو وطنها الأصلي ووطنها الأم التي عندما تتذكره وعندما تعيشه قبل العودة إليه فإنها تستريح وتطمئن وتجد حلاوة العيش ولذة الحياة وذلك لأن هذه النفس أو هذه الروح تتنقل في منازل عديدة وتطوف على مواطن متعددة لكن لا تجد راحتها واستقرارها إلا يوم تعود إلى منزلتها الأولى ووطنها الأول كما قال القائل نقل فؤادك أن شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأول منزل تتنقل النفس وتتنقل الروح في مواطن متعددة وتمر عبر منازل كثيرة لكنه لا يستقر لها قرار لا يقر لها قرار ولا تجد حلاوة السكن والسكون والطمأنينة إلا عندما تعود إلى وطنها الأصلي عندما تعود إلى مستقرها الحقيقي الذي هو مستقر الدوام ومستقر الأبد ولذلك قال القائل كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأول منزل إذن هذا العلم يثير الشوق ويثير الحنين للعودة إلى ذلك الوطن الأصلي وكلما تذكرت الروح وتذكر القلب ذلك الوطن الأصلي فرح استبشر واشتاق أن يعود واشتاق أن يعود وشده الحنين إلى ذلك الوطن وفي هذا يقول بعضهم وصوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكن ناسبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحة الأعداء فينا تحكم وصم يومك الأدنى هذا اليوم القريب الذي هو كلحظة من الزمن يمر ويعبر بخيره وشره صم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم ذلك هو الصوم الطويل الذي لا فطر بعده لمن لم يقدم اليوم ذلك الصوم الذي سوف يفطر بتوفيق الله وبمشيئته بعد حين فما هي إلا ساعة من الزمن وإذا بالإنسان على مائدة الرحمن يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذن صوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم فحي على جنات عدن حي على جنات عدن جنات الإقامة الدائمة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى هذه المنازل الأولى فما أسرع نسيان الإنسان لهذا المنزل ما أسرع غفلة الإنسان لهذه المنازل الراقية العالية وصدق ربنا جل جلاله حين قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد وصدق سبحانه وتعالى حين قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إنها الغفلة التي تحجب بين الإنسان وبين رؤية هذا الوطن القريب الذي يناديه من داخله يناديه من داخله ولو أن الإنسان أنصط إلى هذا النداء الذي ينبعث من الداخل من الفطرة لأن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطرها على حب هذا الوطن وعلى حب هذه المنزلة العالية وهذه المنازل الكريمة التي أعدها الله لعباده الصالحين فلم يرضى أبدا رب العالمين أن يعيش المؤمن في هذه الدنيا بأحزانها وأكدارها وما فيها من ضيق وإنما يرضى لعبده المؤمن تلك الجنة التي وسعت التي سعتها سعة السماوات والأرض كما قال رب العالمين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين أو عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم فيها الإقامة الدائمة التي لا يمل فيها المؤمن ولا يسأم كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يبين جل جلاله أن المؤمن إذا متعه الله تعالى بالجنة ومن عليه بها فإنه لا يسأم أبدا لماذا يسأم والحياة تتجدد في الجنة في كل لحظة الحياة هنا في هذه الدنيا هي حياة واحدة لا تجدد فيها أنفاسك هي أنفاسك والأرض التي تقلك هي الأرض التي تقلك والسماء التي تظلك هي السماء التي تظلك وغذائك هو غذائك الذي تتغذى به في الصباح والمساء وماءك الذي تشرب هو ماءك الذي تشرب وثيابك الذي تلبس هو ثيابك الذي تلبس ومتعتك الحلال التي تتمتع بها هي نفس متعة تتكرر ما في الدنيا تكرار ولذلك يمل الناس الدنيا ما لم يكونوا متصلين بهذا الوطن ما لم تكن هذه الروح متصلة بهذا الوطن لتجدد حياتها أما حياة الجنة فهي حياة متجددة في كل لحظة في كل لحظة أنفاس أنفاس متجددة أما هذه الدنيا فيها نفس واحد فقط نفس واحد من أنفاس الآخرة ليست إلا من أول مخلوق في هذه الدنيا إلى آخر مخلوق ما هي إلا نفس واحد ما هي إلا نفس واحد كأن الآخرة نفست نفسا واحدا ليبقى في هذه الدنيا وأما الأنفاس المتجددة التي لا نهاية لها وإنما هي خلود بلا موت كما قال رب العالمين جل جلاله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فالقضية قضية علم والمراض بالعلم هنا العلم اليقيني العلم الحقيقي ليس العلم الذي يأتريه النسيان وتأتريه الغفلة ولا علم الظواهر وإنما هو علم الحقائق وعلم البواطن وهو العلم الذي لا تأتريه غفلة ولا يأتريه نسيان ولذلك سماه الله تعالى علم يقين وسماه سبحانه وتعالى عين يقين وسماه سبحانه وتعالى حق يقين ولذلك قال ربنا جل وعلا في آخر سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين تسبح باسم ربك العظيم لذلك قال هذا الحكيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيه المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم سبي العدو لأن الله عندما خلق آبانا آدم أسكنه جنته يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما أو كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فإذا هذا هو السكون وهذه هي السكينة السكينة كلها والسكون كله والسكن الحقيقي الذي فيه تستمتع الروح وتسكن الروح وتستقر الروح وتتمتع الروح بالمتعة الدائمة الخالدة ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم بعد رحلتنا لهذه الدنيا وإخراجنا من ذلك العالم إلى هذا العالم من عالم الزر ومن عالم الغيب إلى هذا العالم الفاني لنقضي رحلة قصيرة جدا ثم نعود إلى الوطن الحقيقي الأصلي ولكننا سبي العدو جاء الشيطان عدو الله فسبى آبانا وسرقه من الجنة فالسؤال هنا الذي ينبغي أن يطرحه كل إنسان عاقل على نفسه فهل نرد إلى أوطاننا وندخل وطاننا الذي هو جنات ربنا بسلام وننادى من قبل ربنا جل وعلا بذلك النداء الخالد ادخلوها بسلام آمنين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون هل سنسمع هذا النداء ونعود بسلام لندخل على ربنا جل وعلا في دار كرامته وفي جنته جنات الخلد ندخل على رأسنا تاج العبودية لأن ربنا عز وجل أراد أن نعود إلى الوطن بتاج العبودية الذي به نتحلى وبه نتزين وبه نتجمل لأن الإنسان لا يتجمل ولا يتزين ولا يتحلى إلا بلباس العبودية ولذلك من خلع لباس العبودية انكشفت عورته وظهر عيبه و ظهرت سوأته ولذلك فإن أبان آدم عليه الصلاة والسلام عندما اقترب من الشجرة بدت سوأتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة بمعنى أنه حين أدخله ربه جل وعلا إلى الجنة لم تكن هناك عورة وإنما كان الستر كل ستري والجمال كل الجمال والكمال كل الكمال والزينة كل الزينة لكن عندما اقترب من هذه الشجرة ذاق فقط ذاق ذوقة واحدة انكشفت العورة ثم تسابقه وزوجته ليسترى عورتهما بورق من أوراق الجنة فإذا هل نرد إلى أوطاننا ونسلم ثم يقول وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت أوطانه فهو مغرم وقد زعموا أن الغريب الغريب هو ذلك الذي اغترب عن وطنه وكلما اغترب الإنسان عن وطنه اشتاق أن يعود إلى الوطن على قدر اغترابه وعلى قدر بعده من وطنه على قدر الاشتياق الذي يحرق قلبه ليعود إلى الوطن وهكذا حين بعدنا من وطننا فينبغي أن يكون فينا ذلك الاشتعال وتلك الحرقة للعودة إلى ذلك الوطن فهل نحس بهذه الحرقة وهذا الاشتعال الذي هو اشتعال الحنين وكلما تذكرنا وطننا كلما شدنا شدتنا النزعة إليه والجاذبية إليه فإن هذا الوطن الذي هو وطن الجنة له جاذبية ولكن ليس كل الناس يحسون ويشعرون بهذه الجاذبية لا يعني الجاذبية إنما تؤثر في من كان أهلا لذلك أما الذي مات قلبه وتبلد إحساسه وفني شعوره بهذا الوطن ثم كذلك مات حنينه وانعدم فهذا لا تؤثر في هذه الجاذبية مع قوتها وشدتها فإن جاذبية الجنة جاذبية قوية أعظم جاذبية لكن ليس كل الناس ينجذب إلى الجنة ليس كل الناس إنما ينجذب إليها أولئك الأحرار الذين تحرروا من ثقل الطين أولئك الذين توقّد في قلبهم الحب والحنين إلى ذلك الوطن فهنا تجذبهم هذه الجاذبية ولذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هناك من أصحابه من تشتاق إليه الجنة فقال إن الجنة تشتاق إلى عمار ورأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لبلال سمع صلى الله عليه وسلم خشخشة بلال وهو يسير في خرفات الجنة سمع ورأى لبلال هذه الصورة التي هي صورة سبق أعماله إلى الجنة فلما سأل بلال ما الذي تفعله ما السر في ذلك أخبر بلال أنه كل ما أحدث توضأ وكل ما توضأ صلى لرب العالمين ركعتين ورأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قصرا لعمر ورأى أمامه حورية تتوضأ فلما أصبح أخبر عمر رضي الله عنه بذلك وقال له إني رأيت قصرا في الجنة أمامه حورية تتوضأ فقلت لجبريل لمن هذا فقال لرجل من أمتك ثم غضت بصري غيرة منك فقال يا رسول الله أعليك أغار هؤلاء سبقتهم أعمالهم إلى جنات رب العالمين هذه الجاذبية التي كانت تجذبهم بقوتها إلى جنات رب العالمين وهي التي جذبت ذلك الصحابي الجليل عمير بن حمام في غزوة بدر حين حضرت الغزوة وحضر الجهاد في سبيل الله رب العالمين بصورته المشرقة بصورته الجميلة الجهاد في الإسلام هو صورة مشرقة صورة من الجمالية ليست صورة مكفهرة كما يفهمها البعض حين حضرت وحضر إلى التمرات وقال إن عشت حتى آكل هذه التمرات إن هي لحياة طويلة هذه اللحظات التي يأكل فيها تمرات لحظات لا تتعدى ثواني لا تتعدى ثواني يقول لإن عشت حتى آكل هذه الثمرات لا كانت حياة طويلة فألقى بها ثم دخل يطلب الجنة فإذن هؤلاء هم الذين جذبتهم هذه الجاذبية التي هي جاذبية جنات رب العالمين فهذه هي الثمرة الأولى والفائدة الأولى من فوائد معرفة هذا العلم والتحقق به وأما باقي الفوائد فسوف نعرج عليها بتوفيق الله تبارك وتعالى في مجالس آتية نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وبسنة حبيبه المصطفى ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو للباب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر